ردت المحكمة الاتحادية دعوة بطلان ترشيح شعلان الكريم لمنصب رئيس مجلس النواب وذلك لعدم الاختصاص يذكر أن البرلمان عقد جلسة استثنائية لانتخاب رئيس له في الثالث عشر من كانون الثاني وانتهت الجولة الأولى من التصويت دون حسم لينتقل المرشحون إلى جولة ثانية إلا أن مشادات كلامية داخل قاعة المجلس أدت إلى رفع الجلسة وتأجيل حسم منصب رئيس مجلس النواب